وعقب صدور قرار مجلس الأمن بشأن غزة قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور قال إنه كان يفترض على مجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطلاق النار منذ فترة طويلة وشدد منصور على ضرورة توقف الفوري للقصف الإسرائيلي والتوغل الهمجي على قطع غزة مشيرا إلى أن الاحتلال دمر مستشفيات غزة وبات الشعب الفلسطيني هناك يفتقر للمياه النظيفة والغذاء والدواء للمرة الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تخلى مجلس الأمن الدولي عن صمته وتجاوز انقساماته بشأن هذه الأزمة التي تجاوزت يومها الأربعين ووافق المجلس على مشروع قرار يدعو إلى هدن عاجلة وممتدة للقتال في أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام للسماح بوصول المساعدات القرار الذي صاغته ملطا وتم تبنيه بأغلبية 12 صوطا وامتناع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا عن التصويت يطالب جميع الأطراف باحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي وخصوصا فيما يتعلق بحماية المدنيين ولا سيام الأطفال كما يدعو القرار إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين وفي كلمة له خلال الجلسة قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور إنه كان يفترض بمجلس الأمن أن يدعو إلى وقف إطاق النار منذ فترة طويلة وفي دليل على انقساماته الطويلة الأمد بشأن الوضع في قطاع غزة لقيت أربعة مشاريع قرارات متتابعة رفضا في أكتوبر الماضي وقد أعاقت الولايات المتحدة من ناحية والصين وروسيا من ناحية أخرى مشاريع القرارات باستعمال حق النقد الفيتو وبدأ مجلس الأمن بدفع من الأعضاء العشرة غير الدائمين مفاوضات جديدة تعثرت على خلفية كيفية الدعوة إلى وقف العدوان الإسرائيلي بين وقف إطلاق نار إنساني وهدنات مؤقتة مفاوضات جديدة